إذا جيت أتكلم ممكن الهلال هو الوحيد اللي خلاص يعني أخذ وضعه في دوري أبطال آسيا هو سيدها في الوقت الراهن أتكلم عن الفيصلي سيدها في كل الوقات لا في الوقت الراهن يعني ماذا يمكن يطلع نادي ثاني يتحوق في الفطولة حتى الآن طيب حتى الآن أقول لكم في الوقت الراهن الفيصل على سبيل المثال كأول مشاركة عبد الرحمن إيش التطلعات اللي ممكن يعني يوصل لها الفيصلين من خلال مشاركتها في دوري أبطال آسيا شوف أبد الرحمن المختلف في الدور الأقصائية الفترة هذه مختلف عن السنوات الماضية كلها الآن تتكلم تقريبا في أبريل تنتهي دوري المجموعات و في فبراير تلعب الدور الأقصائية بشكل كامل يعني عادة نحن متعودين في أوغست و في سبتمبر و في أكتوبر يعني 16 في أوغست دور الثمانية في سبتمبر دور الأربع و كان في أكتوبر و يتم النهاية في نوفمبر على ذهاب و إيام شرق و غرب لكن المختلف في نسخة هذه أنه في فبراير إذن هناك فترتين تسجيل ما قبل هذاك الحدث أمور كثيرة تعتمد على النادي نفسه و تطلعاته أنا تتكلم عن الفيصلي خلينا نفترض السنة هذه لو بعد فترة نتقاط صيفية بيكون طموحة عالية جدا ولكن بعد الشتوية أكيد أنه كان مركز على الدوري لأنه حس في مرحلة الخطر صحيح الشباب بداية الدوري كان طموحها بشكل كبير بعد الشتوية أمورها لا هي جيدة ولكن جاءت في فترة في فترة رمضان كان هناك هدوء أكثر و استطاع أنه يحقق لتائج جيدة و التآهل إلى دوري 16 خلينا نتكلم عن الفيصلي الآن هي اعتمد بشكل كبير على حسب وضعه في ترتيب الدوري هذا أعتقد أنه صناع القرار بيتقضن لكن أنا أفترض إن شاء الله الأمور تكون أفضل أنها فرصة تاريخية وصور التعاون الدور الثمانية بيكون شكل جيد بينتهي الدوري و يمكن التحضير يكون أفضل لو استمر في ساحة الدوري أعتقد أنه بيكون بداية الدور الثاني بجولة 2 أو 3 جولات أي اللي هي في الدور السطاع الأكس أنه كيف يستعد للمباريات وقتها لأنها بعيدة و ليس قريبة ما أعتقد أنه الأندي هذا يتفكي في الدوري أبطال آسيا لأنه فيه الآن فترة انتقال ثانية في الشتوية فأكيد أنه يجربون وضعهم في فترة التقالي الصيفية وبعدها لكل حادثة تحدي فيه كأس العالم في نوفمبر بعد هذه برضو أتكلم عن مثلا زي نادر الهلاو الشباب كثير من عناصرهم يدعمون المنتخب الأول ففيه كثير من أمور صعب أنه تتخذ فيها قرار لذلك في فترة الدور الإقصائية في عشرينة و عشرينة و عشرينة و عشرينة مختلفة ترجمة نانسي قنقر